اهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس لاننا ارد عليكم تردد قناة تجلى الجديد على النيلسات 2022 ارتفع معدل البحث عن تردد قناة تجلى الجديد على النيلسات حيث تم تغيير تردد تجلى الى تردد جديد واصبح يوجد تشويش وانقطاع في البث على التردد القديم للقناة قناة تجلى هي قناة فضائية عراقية تبث من العاصمة الاردنية عمان تم بثها الاول مرة في عام 2012 وهي مملكة للسياسة العراقي البارز محمد الكربولي وهي قناة مخصصة للاخبار السياسية التي تحدث في العراق والاخبار المتداولة في الوطن العربي وحول العالم تضم قناة تجلى العراقية كادرا كبيرا من افضل العالميين والصحفيين في العراق الذين يقدمون افضل البرامج السياسية والاخبارية طوال اليوم لتزويد المشاهدين بالمعلومات والاحداث الجارية في البلاد بسرعة وطقة حتى لا تزور الحقائق وقد تعننت ادارة قناة تجلى اتش دي في الفترة الاخيرة انها سوف تقوم بتغضية البطولات العربية الرياضية التي يشارك فيها المنتخب الاندية العراقية ولعل هذا اكثر الاسباب التي ادت الى ارتفاع معدل البحث عن القناة ومشاهدتها وتعرض قناة تجلى الفضائية على شاشتها العديد من البرامج الفريدة والمتنوح حيث تعرض مجموعة كبيرة من البرامج التي تناقش جميع مجالات الحياة والامور التي تهم الجمهور العربي والعراقي تردد قناة تجلى الفين واثنين وعشرين على القمر صناعي نايل سات اذا يوجد تردد واحد على القمر صناعي نايل سات اذا تردد قناة تجلى الفين واثنين وعشرين على القمر صناعي نايل سات القمر صناعي نايل سات التردد 11258 الاستقضاب افقي معدل الترميز 27500 معامل التصحية 56 الجودة HD اذا نكرر اخيرا تردد قناة تجلى الفين واثنين وعشرين على القمر صناعي نايل سات القمر صناعي نايل سات التردد 11258 الاستقضاب افقي معدل الترميز 27500 معامل التصحية 56 الجودة HD اسم القناة على قائمة القنوات تجلى دي في بذلك نكون قد توفرنا لكم تردد قناة تجلى الفضائية لقمر صناعي نايل سات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته